أهلاً بكم أعزائي الطلاب الصف الثالث السنوي معكم مستر ماجدي خلف ودرس جديد من دروس علم الاجتماع وهيبقى النهاردة عن الظاهرة الاجتماعية هيبقى فيه امتحان إلكتروني على جوجل فورمس أنا أسيبه تحت الفيديو تمام؟ ادخله على الرابط اكتب اسمك محافظتك أو مدينتك وعمل امتحان وقيم نفسك وعرف مستواك في الوحدة الأولى لعلم الاجتماع وصل في الغاية فيه كمان النماذج الاسترشادية نزلت وأنا نزلت النموذج والإجابات بتاعته ونقشناه في حلقة موجودة برضو على اليوتيوب اللينك أهو قدامكم ما تنسوش تعملوا السابسكرايب واللايك والشير فعلوا زر الجرس وكمان فيه كومنت سيب كومنت لو مطلوب أي حاجة أو أي فكرة جديدة فلنبدأ درسنا النهاردة عن الظاهرة الاجتماعية تكلمنا عن التفاعل الاجتماعي وأن السلوك متبادل بين الأفراد والجماعات بعدين قلنا استقرار التفاعل يؤدي إلى علاقة اجتماعية يؤدي إلى عمليات اجتماعية وآخيرا الظاهرة الاجتماعية يعرفها إيميل دوركايم معاس في سالم الاجتماع الفرنسي بالنهائيين ضرب نوع يعني من السلوك سابتا كان أم غير سابت يمكن أن يباشر نوعا من الإلزام دي الكلمة المفتاحية والمفصلية هنا في الموضوع كلمة الإلزام أن الظاهرة الاجتماعية تباشر نوعا من الإلزام بتفرض نفسها يعرفها رسول محمود قاسم بأنها ضرب نوع يعني من ضروب السلوك كان سابت أم غير سابت وحيث أن هذا السلوك قد يعم المجتمع كله ويشكل نوعا من القهر تمام؟ يبين نوع من القهر ضرب من الإلزام أو نوع من الإلزام لبعض أفراد فمثلا الظاهرة تعمالت الأطفال في شكل ظلما للأطفال وتحرمهم من حقهم في التعلم واللعب خلينا بقى نشوف خصائص الظاهرة دي سؤال ده أو النقطة دي وزنها تقيل جدا في الامتحانات الظاهرة الاجتماعية أول حاجة هي تلقائية يعني من تلقاء المجتمع ذات هذه معنى تلقائية تمام؟ من وحي المجتمع أو من تصدر بوحي من العقل الجمعي مجموعة المجتمع كله الذي ينشأ من اجتماع الأفراد وتبادل أراءهم واتصال وجهتهم يبقى معنى تلقائية الظاهرة الاجتماعية تلقائية معناها من تلقاء ذات المجتمع نفسه يبقى أول ما يقول لي تصدر بوحي من العقل الجمعي أو تصدر من المجتمع ذاتي أعرف أرطانو بتكلم على إيه؟ تلقائية الظاهرة الاجتماعية كان معتقدات الأخلاقية والدينية والسقطة طيب حاجة كمان الزهرة الاجتماعية شيئية يعني شيئية يعني ليست شخصية تمام غير مرتبطة بمولد الأشخاص أو بموت الأشخاص يولد الأشخاص أو يولد الأفراد ويمتون وتبقى الزهرة الاجتماعية هذه معنى عشان كده لما يقول لك أنها خارجة عن زواتنا وعن تجسداتنا الفردية فهي لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفناء يعني يموت الفرد أو يولد فرد وتبقى الزهرة الاجتماعية عشان كده حنا بنقول إنها شيئية فبعرف إزاي في الامتحانات هتلاقي كده وإنك إيه أنها لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفناءه كاللغة نتعلم اللغة ثم نعيش ثم نموت وتبقى اللغة خلاص كده يعني شيئية ليست شخصية ليست مرتبطة بمولد أو بموت الأفراد الجبر والإلزام اللي قلناها في التعرفات الزهرة الاجتماعية تفرد نفسها على الأفراد فلا يسعهم أن يخالفوها أو يخرجوا على قواعدها ونظمها وإلا تعرضوا للجزاء تمام زي مثلا زاهرة الزواج مثلا تمام هل تتوقعون إن في المجتمع بتاعنا حد يقدر يكون أسرها بدون زواج طب لو عمل كده بيحصل له إيه يعاقب عشان كده بنقول الزهرة الاجتماعية هي جبرية تلتزم أو تتسم بالجبر والإلزام إنها تفرد زي ما قال إيميل دورقايم إنها تفرد نفسها ملزمة تمام خلاص كده دي سهلة جدا في أي امتحان لما تبقى تتكلم عن الجبر والإلزام تمام وهنشوف الأسئلة أجيب لكم الأسئلة تمام وهنعرف إزاي نتعامل معها يبقى تلقائية شيئية جبر والإلزام حفظوا معي الزهرة الاجتماعية واحد تلقائية اثنين شيئية تلاتة تتسم بالجبر والإلزام أربعة عمومية وانتشار تتسم بالعمومية والمنتشرة في كل المجتمع تتميز الزهرة الاجتماعية بالانتشار بين جميع أفراد المجتمع وهي تظهر بصورة واحدة لحد الماء وتتكرر خلال فترة طويلة من الزمن ويمكن أحصاؤها وقياسها ومقارناتها بغيرها مثل ذلك الأسر طبعا زي ما قلت المجتمع كله بيتكون من أسر قد تختلف الأسر دي إنها أسر صغيرة وأسر كبيرة أسر مفككة أسر مترابطة دي حاجة تاني لكن هو المجتمع كله إيه في ظاهرة الأسرة هتلاقوا كده إنها منتشرة في المجتمع كله باختلاف طواقفه وطبقاته هذه معنى العمومية والانتشار أنها تنتشر بين جميع أفراد المجتمع الزهرة الاجتماعية الزهرة نسبية لا لسه بقولها تمام اللي هي ظاهرة الأسرة تمام قد تكون أسرة كبيرة أسرة صغيرة أسرة مفككة أسرة مترابطة تمام هي نسبية تختلف لكن وجود الأسرة نفسه اللي هي العمومية والانتشار طب الزهرة الاجتماعية الزهرة النسبية نسبية فيها تقدر لأثر الزمان والمكان ولا تزبط على شكل واحد مثل الزاهرة الطبيعية نظام الزواج تتعدد أشكاله في المجتمع زي النظام الزواج تمام؟ في مجتمعات يبقى فيه زواج جمعي فيه تعدد زوجات فيه زوجة واحدة يبقى هنا بيختلف نظام الزواج لشي كده بنقول الزاهرة الاجتماعية برغم أنها منتشرة في المجتمع كله تمام إلا أنها إيه؟ نسبية تختلف باختلاف المجتمع زي الأسرة اختلفت أشكال الأسرة من حس الحجم والإقامة وحتى أيها الناس تفتكروا الزمان كان الأسر عدد الأسر كبير أقل الأسرة بيبقى فيها ستة سبعة فدلوقتي أكثر الأسرة بيبقى فيها تنين ثلاثة لكن الزاهرة نفسها الأسرة موجودة لأنها تتسم بالعمومية ولانتشار لكنها إيه؟ نسبية نسبية يعني تغدر الأسر الزمان والمكان لا تزبط على شكل واحد طيب اللي بعد رقم ستة الزاهرة الاجتماعية تاريخية وده عليها سؤال في النمازج الاسترشادية تاريخية يعني بيقولك متدرجة يعني ما تولدتش في يوم وليلا طلت لا ده ليها تاريخ تمام؟ فهي تمثل فترة في حياة المجتمع وهذا الزاهرية مادة التراث التاريخي وما ينتوى عليه من عرف وعدات وتقاليد وأوضاع يتنقل على الخلاف عن السبب زي ظاهرة البيوت المساكن شوف التطور بتاع المساكن منين؟ يعني هتلاقوا كده من خيمة طبعا ده تمام؟ للشكل ده للشكل ده للشكل الحديث يشوف هنا تطور المساكن فده بيحكي لك التاريخ بقى ده القصة ده عشان كده بيقول الزاهرة الاجتماعية هي ظاهرة تاريخية مش في يوم وليلا طلعت كده بيقى زاهرة الاجتماعية لا ده ليها تاريخ تمام؟ وتنقلها الخلاف عن السلب يعني تنقلها الأبناء عن الأباء والأباء عن الأجداد وهكذا شكل الملابس تمام؟ شوفوا عندنا في مصر الملابس أيام الفرعنة كانت شكلها إيه؟ طب أيام المماليك كانت إيه؟ طب في العصر الحالي دلوقتي كانت إيه؟ وهكذا فشكل الملابس وقلنا شكل المساكن التي يتميز بها مجتمع من المجتمعات يلاحظ أنها تستند إلى تاريخ حافل بالعادات والتقاليد التي أدت إلى وجود هذا الملابس تمام كده؟ اللبس بتاعنا في أيام الفرعنة كان يتميز بكذا في المملوكي كان كذا في العصر الفاطيني كان كذا في العصر الحديث بيه إيه؟ وهكذا الترابط الزاهرة الاجتماعية مترابطة ليست منفردة أو منفصلة الزاهرة الاجتماعية مترابطة يؤثر بعضها في بعض ويفسر بعضها البعض يعني ظاهرة الأسرة مثلا هل يمكن تفسيرها بعيدة عن المستوى الاقتصادي؟ لا هل يمكن تفسيرها بعيدة عن نقدر نقول إيه؟ البيئة السياسية؟ لا فمثل الحالة الاقتصادية تؤثر تأثيرا كبيرا على الأسرة على مستوى المحج فالظاهرة الاجتماعية ظاهرة مترابطة وليست منفصلة كده درس خلص يلا بقى نحل السئلة ونفهم إزاي هنطلع بقى الإجابة يقول دوركايم اللي هو إيميل دوركايم مؤسس ألمي الاجتماعي الفريز أن الظاهرة الاجتماعية ينظر إليها ينظر إليها الأفراد نظرتهم إلى ضرورة أو السلطة لها هيبتها ولابد من احترامها تفرضها من خارج الأفراد تفتكر هو الكلام كده رايح على إنها تلقائية تاريخية شيئية ولا جبرية وبيقول لك سلطة وليها احترامها تمام يبهن إيه جبرية يعرفتم الكلام كده بيرايح على إيه على الجبرية طب السؤال اللي بعده الظاهرة الاجتماعية كانت تتأثر بعضها ببعض الآخر نتيجة تماسكها ببعضها ببعض خلاص كده هو راحن على إيه رفع عليكم على إيه الترابط إن الظاهرة الاجتماعية هي مترابطة يعني مثلا زاهرة الأسرة وما بيع من المطسلوكية كانت تتأثر بالظاهرة الاجتماعية زي ما قلنا في المسال طب يلا اللي بعده يرى دوركاين أنني حين أقوم بالتزاباتي كأخ أو أب أو حين أوفي بتعاقداتي فإنني أقوم بواجبات لم أحددها أنا بنفس ولم تحددها أفعالي ولكنها محددة لسلفا يفترى هو يتكلم على إيه رفع عليكم يتكلم على الشيئية إن الظاهرة الاجتماعية قلت لكم إن هي إيه لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى دي محددة له إيه سلفا في القانون وفي العرفة وفي العداد الجمعي خلاص كده طيب تظهر الظاهرة الاجتماعية على مصرح المجتمع بوحي من العقل الجمعي وحي من العقل الجمعي يا ترى إيه بقى زي موانا أول ما يقولي بوحي من العقل الجمعي ونتيجة للسهار رغبات أفراد الأفراد وإراداتهم هنا بيتكلم على إيه رفع عليكم تلقائية الظاهرة الاجتماعية من خصاص الظاهرة الاجتماعية إيه فهي ليست من صنع الفرد أو مجموعة الفرد وهي كان من صنع المجتمع وأن الصنع المجتمع من تلقاء ذات المجتمع يبه هي إيه كلمة واحدة نقول إيه تلقائية طيب من خصاص الظاهرة الاجتماعية أنها تفرد نفسها على طول بيتكلم على إيه الجبر والإلزام من خصاص الظاهرة الاجتماعية أنا خارجة عن زواتنا وعن تجسداتنا الفردية وأنه يبه دي معناها أنها هي إيه شيئية من خصاص الظاهرة لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفناء نفس الفكرة هتوبع إيه شيئية طيب سأل لي بعده يلا تجب دراسة الظاهرة الاجتماعية بصفاته أشياء لها أشياء لها تجسيداتها في الواقع خلاص هو كده يعرفه على طول تمام خارجة عن تجسيداتنا أو التجسداتنا تبعي شيئية يرى الدكتور أحمد الخشاب أنه رغم عمومية الظاهرة وتقرارها في المجتمعات فإنها تأخذ صوراً وأشكالاً متمايزة مختلفة طالما قال لي أشكال متمايزة ومختلفة من مجتمع لآخر يبهو بيتكلم على إيه نسبية الظاهرة إنها نسبية وليست مطلقة قد يرى شخص فيه قرارة نفسه أنها غير راضة عن أمر من الأمور التي يقرها المجتمع إلا أنه لا يستطيع أن يرفضه أو يخرج عليه هنا على طول جبرية الظاهرة الإجتماعية السئلة المقالية في النظام الجديد المختصر المفيد خلاص غير كل السنين السئلة المقالية هو يطلب منك المختصر المفيد فقط اكتب المختصر المفيد short answers أو إجابات قصيرة تاني حاجة ما تكتبش أي مثال موجود في كتاب المدرسة ممنوع لأنه لا يقدر أي لا يتم تقديره بدرجات يستخدم عليه درجات اكتب مثال خارجي زي الأمسلة أنا بيجيبها لكم بعد ما أخلص أنا بسيب بي دي اف تمام؟ امسيكم بي دي اف وذكروها كويس كلامنا عن جبرية أنها تفرض نفسها وتلقائية تظهرنا من ذات المجتمع أو بواحي من العقل الجمعي السؤالين من خصاص الظاهرة الاجتماعية ايه؟ فتتتماس بالانتشار بين جميع أفراد المجتمع يبهي وهي وحتى هنا تجيبها ايه؟ عمومية وايه؟ وانتشار طيب أسئلة كمان الظاهرة الاجتماعية تتصف بالتماسك فهي توصل على بعضها بعض وفصل بعض وذلك لأنها لا تعمل منعزلة هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ فرابط الظاهر ايه؟ الاجتماعية إنها سمة الترابط ودينه مثال قد الأمثلة أنا ايجيبها لك طيب هنا بقى الاختلاف الأزياء دي وأن الظاهرة الاجتماعية هي ايه؟ نسبية وليست مطلقة فتختلف من مجتمع لا اعطينا مثال فرابط الظاهرة التناول اللحم الخنزير محرم في المجتمعات العربية لكن مباح جدا في المجتمعات الغربية طيب يا رادور كايمة نظهر الاجتماعية من صنع الجماعة هي من صنع الجماعة خلاص هو لخصه كده صح كده؟ خلاص لخصها خائد يا رادور كايمة نظهر الاجتماعية بمثابة قوة ملزمة خلاص كلمة واحدة قوة ملزمة تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ جبرية الجبر والإلزام هذه السئلة التي تأتي في الامتحانات على فكرة مهمة جدا هذه السئلة هل ترون هنا اختلاف الزواج أو العداد التي تلحلنا مختلف عن هنا أو النظام دي ما قلنا أن الزواج العملية هنا نسبية الزاهرة الاجتماعية ظاهرة نسبية من في دول تعبر عن سمة الجبر والإلزام ما بين النظر القضاء العالي صح تظهر الزاهرة الاجتماعية المسرح المجتمع بوحي من العقل الجمعي على طول قال لي بوحي من العقل الجمعي يبقى تلقائية الزاهرة الاجتماعية وهذه الأمثلة موجودة الزواج الاجتماعية كانت تتأثر ببعضها البعض يبقى دي ما يعبر عن ترابط الزاهرة الاجتماعية هنا الصورة تمام الموضة واضح أن الموضة ماشية أنا منتقلة في كل مكان صح كده البنطلون والأميس والحملات والحاجات هنا فيه ترابط فيه الزاهرة بقى لأسئلة هذه موجودة أنا جايبها بالإجابات النموذجية دي أسئلة الكمبيلت طبعا أو الأكمل وأنا متحملت ما فيهاش أكمل أو الحاجة لكن دي عشان تفهموا منها أكثر يعني قوة ملزمة لأفراد في السلوك ومتفاعلهم يبقى على طول الزاهرة الاجتماعية تتسم الزاهرة الاجتماعية بإيه لأنها تظهر على مصرح المجتمع بوحي قال لي بوحي من العقل الجمعي يبقى على طول إيه تلقائية صح كده تتسم الزاهرة الاجتماعية بإيه لأنها تأخذ طابع الجميع وتتلون بلونها الثقافة لكل مجتمع سيمته الخاصة بإيه النسبية صح كده تتسم الزاهرة الاجتماعية بإيه لأنها تمثل فترة زمنية تاريخية صح كده طيب وديه أسئلة الصح والخطأ تمام موجودة كل الإجابات معكم أهي تمام أنا أجيبها وحللها تمام أنتم إلا إيه هتذكرونها عشان ما تقولش عليكم في الوقت تمام لا يبقى كده الحصة طويلة ويبقى فيه ملل لأسئلة أهي بإجابتها ذكروها وإن شاء الله تحت الفيديو في امتحان على الوحدة الأولى كلها في علم الاجتماع شوف الامتحان ده بعد ما تذكر بعد ما تسمع الفيديوهات أنا بعدت كل فيديوهات الوحدة الأولى سمعوها كويس حل الامتحان قيم نفسك أعرف أنت مستواك قد إيه كده في الامتحان أشوفكم على خير الحصة الجيئة إن شاء الله لا ننساش لايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس لو في أي حاجة مطلوبة leave a comment وأنا أرد عليك شكرا أشوفكم على خير سلام